أصي على فكرة برضو قدست البابا شنودة كان يقول إيه صدقوني إن جواز السفر يقصد تصريح جواز السفر الوحيد لدخول السماء أن تكون ابنه المكافأة جميلة جدا أنا بتأثرني الآية اللي بتقول طوبة لأولئك العبيد في تكر اللوقع 12 طوبة لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم إيه ساهرين وبعدين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم رب المجد الساهرين دولة اللي مصحصحين اللي مركزين اللي مستنين يوم الرب كلص اللي مستنين يوم الرب كلص دولة اللي مستعدين يجي على غفلة لكن أبناء النور دولة صحيين يعني إيه الجمال ده يا رب؟ مين أنا؟ مين أنا؟ يتقدم ويخدمهم؟ يتمنطق إيه ده؟ عشان إيه ده كله يا رب؟ أنت أولادي حبيبي أنت اللي كنت زاهرين ومنتظرين العريس عشان كده أنا رسالة هذا البرنامج في هذه الليلة بتقول كل واحد جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم أنا لازم أكتشف أنا ابن ولا مش ابنه أصي على فكرة برضو قدست البابا شنودة كان يقول صدقوني إن جواز السفر يقصد تصريح جواز السفر الوحيد لدخول السماء أن تكون ابنه زي ما القديس بوليس قال بما أن أنا أبناء ورس فنحن ورس أنا ابنه إزاي؟ مش بالممارسات على فكرة زمان الكنيسة كان عندها طقس أني تيجي في بعد ما الطفل يكبر هو بيتعمد وهو إيه؟ في سن صغيرة لا يدرك ويسلم لإشبين عشان يعلموا الحياة المسيحية أول ما يقبل ييجي الإشبين يسلمه لأب الاعترافه يعترف لشان كده فيه قديس اسمه تيودور الغزاوي يقول أني في وقت بعقل راشد لا يجب أن أعترف أن أملك المسيح لكل حياتي مش أعتمد على الطقس أنا خلاص أنا بمارس أنا عملت أنا عملت ده مرة قديس بوليس قال إن أطعمت كل أموالي عارف يعني إيه أطعمتك؟ يعني لو أنا عندي خمسة مليون جنيه مش عطيت عشر ولا عشرين ولا ثلاث عشور زي اليهود أنا عطيت كل المبلغ للإطعام الفقراء وليس ليه محبة لا أنتفع شيئا طب يا رب بقرش بسنت تنفعني حاجة بسيطة لا أنتفع شيئا ليه؟ ما فيش محبة